نظمت محافظة مطروح مهرجاناً لفكهة التين للمرة الأولى هذا العام تضمن المهرجان استعراضات وفنون شعبية خاصة بالمحافظة الشهيرة بزراعة التين ضمن الترويج والتسويق لمنتجات مطروح البيئية المتميزة افتتح محافظ مطروح كرنفال التين الأول للعام الجاري الاحتفالية تضمنت عرض المنتجات من خلال ثلاثين بكية لجامعات ومزارعي التين بمطروح يصاحبها عرض استعراضي لفرسان مطروح بقيادة الفارس رزق العبيدي وفرقة مطروح للفنون الشعبية محافظ مطروح أكد خلال الافتتاح أن تين مطروح يعد من أجود الأنواع على مستوى الجمهورية كمنتج صحراوي طبعي متميز يعتمدوا على الأمطار دون أي استخدام للمواد الكيموية نحتفل به النهاردة مع كل المزارعين اللي اشتركوا معنا والمنتجين طبعاً نتين مطروح متميز كل بيطلع على الرأي بتاعه كله من مياه الأمطار ومفيش أي مواد كيموية فيه طبعاً دي محصول تين مطروح ده أورجانيك احنا نحتفل به النهاردة مع كل المزارعين بطوعنا عشان نساعدهم في تسويق وترويق المنتج بتاعهم لنستعرف قيمة تين مطروح المحافظ أوضح أيضاً أن منتج تين مطروح حصل على المؤشر الجغرافي ضمن ثلاثة أصناف بمطروح بجانب عنب براني وزيت زيتون مطروح تنتج المحافظة نحو 137 ألف طن تقريباً من التين من حوالي 60 ألف فدان تقريباً يتم زراعتهم بالتين ويتم جمعه في شهر أغسطس ويستمر حتى سبتمبر وينتهي مع نهاية الصيف ليتم بعد ذلك تكفيف كميات منه فيما تعرض كميات أخرى للبيع أو لتصنيع مواد غذائية منه ليصبح مرب التين هو أفضلهم